لماذا طرحت عليك أستاذ جلالي هذا السؤال؟ لأنه مرتبط بموقفك الأخير وعديثك الذي أدليت به إلى موقع تياسة حيث وجهت الدعوة أو طلب أو طرج أو حفظ لا أدري فرصة لكي توضح لنا أنك وجهت الدعوة أو الطلب إلى رئيس الجمهورية الحالي ودعوته إلى عدم الترشح إلى عهدة ثانية رغم أن الدستور يعطيها هذه الإمكانية لماذا؟ صحيح لا صحيح الدستور يعطيها الإمكانيات ومن حقه إلا كانت عنده الرغبة باش يزيد يتقدم لعهدات ثانية ولكن أنا من منظورنا حسب المشروع اللي نشوفوه أحسن مشروع للجزائر وهو أنه نقوم بتغييرات كبيرة وجدرية التغييرات لهذا اللي رأنا نشوفوها نظن السياسة والاختيارات اللي قام بها النظام حتى اليوم منذ خمس سنوات منذ 2019 ما يشتتاجه نحو هاد الهدف استراتيجي وأنا كانت لي الفرصة تكلمت عليها عدة مرات بركة عدة كبير من الإخوان يعني ينتظروا ربما موقف باش يديروا تهريج ويعرجوا أكتر ما لازم أنا انتقدت عدة مرات أداء الحكومات المتتلية والاختيارات الاقتصادية خاصة منها والغلق الإعلامي وتعامل مع طبقة سياسية بتهميش لها كل هذا ما نشوفش أنه رايح إلى فتح الجزائر للمستقبل فتح الجزائر على إمكانيات النمو الحقيقي نوع من الرجوع إلى الماضي دائما نعوده يعني كان اتكال على الإدارة وعلى العدالة مثلا الإدارة هي اللي عندها كل هيمنة في الميدان الاقتصادي وتمنع هذا وما تخليش هذا يتحرك وننكسر المبادرات إلى خير هذا الفكر هذا نظن وصل لحدود النهائية التعوي فنظر أنه تغيير على رأس الدولة يجي رئيس جديد اليوم بخطاب جديد وبمشروع جديد ولي عنده يعني الرغبة والطاقة باش يقدر يبعث هذا التغيير في المسترحة أستاذ جيلاري نعم أنت قديم في الصحة السياسية في المعارضة خارج مرشح السلطة هل يوجد بديل جدي وحقيقي بإمكانه قيادة البلاد من بين وجوه طبقة السياسية إذا تم مثلا سلطة ترشيح رئيس الجمهورية إلى عهدة ثانية بالمناسبة أذكرك بأن ضيفتنا في الوزحانون الأمينة عامة لحزب العمال في هذا البلاتو في شهر رمضان قبل الأسابيع ذكرت بأن في لقاءاتي مع سيد رئيس الجمهورية قال أن في الحقيقة قضيت سنتين ونصف فقط يعني في تطبيق البرنامج وهذا ربما استنتاج ليؤدي به إلى عهدة ثانية لإكمال البرنامج هنا بش تقول موقف انتاعك لماذا تعترض على أن يستمر لعهدة ثانية أنا هذا ليس على التعارات أوليني يعني أنا قلت له النية التاعي ورئيس الجمهورية على بلو باللي أنا نهضر بكل صراحة يعني الأشياء اللي ينفكرها ما قلت له ما قالوش في لقاءة من لقاءات نيسان لا ما تلاقيتوش أنا منذ مايا 2022 ما كانش عندي الفرصة باش نعود نطلقاه ولكن هو يعرف أنه يعني نتكلم بكل صراحة وبدون ما ننتظر أين كان وش يقوله لما يقولش يعني أنا نهضر على أساس قناعات الحجة بأنه ما كان حتى شخص يعني لي قدر يكون رئيس الجمهورية أنا هذه الحجة اسمعناها كل مرة يعني في 99 وفي 2004 و2009 وشفناه الوين داتنا يعني لازم يكون تغيير هل التغيير أنا نحضره له ما نشوفه من الأحسن أنه تغيير يجي في فترة وين هناك هدوه هناك استقرار هناك درك الجزائر هذي ما بين 44 مليون ولا 45 مليون اليوم ما كاش جزائري اللي عنده يعني هاد الإمكانيات والخصوصية باش يقدر يسير البلد أنظر ممكن جدا يخرج من السلطة ولا من الأحزاب ولا من الحكومة ولكن تحمل يعني نوع من مشروع جديد هلاش نشوفه الدول كأنه قبل ما ربعين سنة يصبح رئيس جمهورية وإحنا واحد عنده سبعين سنة ونقول ورها الشاب ما يقدرش يروح ل لازم شوية تكون واحد النوع من الجرأة نعم ليصبحت غايبة فإذا شوف أنا نقول لك هذي فكرة أنه دائما نشوفه الاستقرار ونبحته على الاستقرار في نهاية الأمر الاستقرار وشرجع جمود والجمود هذا هو اللي رح يؤدي بكوارث من بعد ذلك فإما نواكي بالتغيير وإما التغيير هو يتحتم علينا نعم ونظن أنه الحق وقت هذا التغيير لأنه في نهاية الأمر نشكره رئيس الجمهورية على كل ما قام به في هذه العهدة حقيقة عاود رجع البلاد إلى استقرار عاود رجع عدد كبير من الأشياء خاصة انتهينا مع هذوك الناس اللي كانوا ينهبوا في البلاد وإلى خيره وأدى الوجب نتاعه ونظن هو يعني دار مسار طويل جدا ولكن لكل إنسان حدود ونظن أنه البيئة العامة في الخارج في الداخل تغيير الأجيال كل هذا يطلب باليوم برنامج آخر برنامج ليدفع بالجزائر إلى هذا التغيير إذن أنت سأضعك